السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحشتوني 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 بقالي شهر ما صورتش ورشة وبقالي شهر ما ما صورتش حاجة وما رفعتش في فيديو على اليوتيوب ام مش عارفة والله دعوتكم دعوتكم ربنا يفك القرب بازن الله وحصور لكم يعني اللي وعدت بيه كل حاجة انا وعدت بيها وعلى رأسهم ديركسيون العربية حوفي بيه بازن الله زي ما انتم عارفين انا جايب اخر ازماء الستة وبشتغل بيه بازن الله هعمل لكم على قد ما اقدر الحاجات اللي طلبتوها مني. اه طيب النهاردة بقى اه دي حاجة عايزة اقولها لكم حاجة حصلت معايا وعايزة احذركم منها. ممكن انتم تقولولي اه ام وصورة انت ازاي عملتش كده اصلا اه دي مفروض طبيعي ان كان يبقى حاجة زي دية ما تحصلش. كان مفروض تغدي بالك. اه كان مفروض وكان مفروض وكان مفروض. انا عارفة ان كل اللي كان مفروض طالما ربنا مش مقدره هو ما حصلش. اه اي نعم انا غلطانة في اللي حصل دوت. اه بس ما خدتش بالي اني غلطانة غير بعد ما حصل. الواحد بيتصرف اه بطبيعته. انا بتصرف بطبيعتي. بتصرف اه بتلقائية. اه بتصرف على اساس ان كل الناس طيبة زي ما انا الحمد الله رب العالمين مفيش في ضميري اي حاجة لنحي يتحد فانا بتصرف بالشكل ده. اه اللي حصل معايا يا جماعة اه ان انا الباب خبط عندي. انا سكنة في منطقة شعبية جدا وسكنة في اول دور. فكل شوية يجي عيالي خبطوا على الباب عندي. يا طنط الكرة وقعت في البلكونة. افتح الباب خش يا حبيبي خدها. انا عندي ثلاث بلكونات. خش يا حبيبي شوف انه بلكونة فيهم. خش اه شوف وخد الكرة بتاعتك. وحط البمبوني على الصفرة على طول. كل ما عيالي يجوا اديهم بمبوني حتى لساعات اه انا بفكر ان هما بيحدفوا الكرة عشان يطلعوا ياخدوا البمبوني. المهم المرة دي كانت غير كل مرة. المرة ديت اه الباب خبط. كانت اه صارة لسه نازلة مع باباها. كان بابا لسه اخدها. وخرجت مع باباها. وانا بحمد ربنا ان هي مكتش في البيت. آآ الباب خبط. فتحتك العادة. تلات عيال. واحد منهم قد الجموسة. عيل كبير. يعني هو مش عيل. هو عيل. بس سنه كده جسمه كبير. هو واحد اقل منه. واحد اقل. فعطنت الكرة وعت عندك. قلت له حبيبي انه بلكونة فيهم. قال لي اللي نحية السلالم. عشان الشرع اللي انا فيه فيه سلالم. قلت له طيب بصيت انا في اول بلكونة لقيت ما فيش حاجة. فقلت له لا ما فيش حاجة. قال لي لا موجودة. قلت له طيب خش انت شوف يمكن في البلكونة التانية او البلكونة التالتة. ما انا مش عايزة ادخل ابص لهم آآ على الكرة واسيب بابا الشقة مفتوح. هتقول لي يا الله. طب ما انت كان ممكن تقفلي الباب وتقول له طب استنى هشوف الكرة واجي لك. انا عارف ان ده كان ممكن يحصل بس انا بحكي اللي حصل معي وهو كده ربنا والخطأ بتاعي انا تحملته وانا استاهل اللي حصل ليه. المهم آآ قلت له خش فجاك كبير منهم يدخل الصغير قال له لا انت لابس كوتشي انا حقال عشبشي بودخل. الولد دخل البلكونة اللي عندي التانية دي اكبر بلكونة في الشقة. في سانية. وطالع لان البلكونة كبيرة والكرة كبيرة. ما لقاهاش. قلت له طب خش البلكونة التالتة. البلكونة التالتة ديت قصد باب الشقة بالضبط في قط النوم. آآ فقط النوم مكشوفة باب البلكونة مكشوف اللي وقف على باب الشقة. انا وقفة مع الاتنين اللي على الباب وهو دخل البلكونة. دي اصغر بلكونة عندي في الشقة. الولد دخل وغيب. انا مش عاطش اخوانا. آآ فعندين الليل حتى ردوا قالوا له في انت بتعمل ايه ده كله. آآ راح قال خلاص خلاص اهو طيب طيب. فالولد جاء مد رجله برا باب البلكونة ودخل في القوضة. مد رجل واحدة بس والرجل التانية في البلكونة. طالع خلاص راح قال طب استنوا استنوا. راح راجع داخل تاني جوه. فانا قلقت. دخلت البلكونة تاني تعمل ايه? فروحت انا البلكونة ناسيت اقول لكم ان البلكونة دي بلكونة تسوسوا. آآ كل حاجتنا فيها. كل حاجة بتطلعها في البلكونة ديت. عادي يعني انا سايبة حاجتي كلها في البلكونة. ما عنديش مشكلة. آآ المهم آآ لقيت الولد مد رجله تاني في البلكونة. رحت انا دخل بقلب القوضة. انا حطي اصطرة على البلكونة فانا وقفة من جوه هو مش شايفني. انا حطي اصطرة تقيلة على الباب البلكونة. لقيته آآ امن الارض وبيقفل السوستة بتاعت البنطلون بتاعت جيبه عنده جيب. بنطلون ترينج وفيه جيب. والولد حطت آآ حاجة بجيبه وقفة للسوستة. آآ رحت انا مسكاة. قلت له تعالى يا ابني هنا. انت بتعمل ايه في البلكونة ده كله? انت خدت ايه من هنا? قال لي مليش دعوة. مليش دعوة. مليش دعوة. قلت له في ايه يا ابني مالك? آآ معرفش. معرفش انا مخدش حاجة. انا مخدش حاجة. يعني انا حتى لو مش شكها هو كده شككني. قلت له طب تعالى وريني يجيبك في ايه? الكلام ده حاصل قدام الاتنين اللي وقفين على الباب. لانا زي ما قلت لكم الباب بتاع الشقة مبين باب البلكونة. فتحت جيب البنطلون بتاع الولا. آآ طلعت الموبايل من جيبه. قلت له انت بداخل بتسرقني في بيتي? انت اخد الموبايل? هتقولولي يلا هو في حد يسيب موبايل في البلكونة. اه يا جماعة عادي ايه المشكلة يعني? البلكونة ما فيش حد ده انا وبنتي اللي في البيت وهي بتطلع عادي وانا بداخل خلوه ما فيش اي مشكلة. المهم رحت مد ايه دي. قلت لهم بصوا. بصوا صاحبكم سرق ايه? الولده مش هيطلع من عندي. غير لما امامتو تجيلي. انا ما عملتنوش اي حاجة. يشهد ربنا اني ما مدتش اي دي عليه حتى. راح التاني الكبير الشحط التاني راح يقول لك ايه سيبيه امشي هاتيه. والتاني انا مسكاة اللي جوه انا مسكاة وعمالي عيط في ايدي. انا مسكاة من الفن الليتو عشان ما يطلع عشان عمالي زقيني عايز اطلع بره انا مردتش اطلعه. التاني بقى عمالي يقول لي هاتيه ودخل يهجم علي فانا عندي باب الشقة فيه طرقة صغيرة كده يعني انا مجرد ان انا وقف عند باب الشقة محدش تاني يقدر يقف. فالولا بيزق الباب عايز يفتح وانا بزق الباب عايز اقفل. الولا عافي جدا ما شاء الله. المهم رحت انا زقيت الباب قفلته. التاني معي جوه. الحرامي معي جوه. راح اللي بره قعد يهبد على الباب انا عندي شراعة. راح كسير لي الازاز بتاع الشراعة. راح الازاز وقع على الارض وقعد بره يشتم. ويهبد على الباب بعزمه. رحت انا اخدى الحرامي دوت. طلعت بيه البلكونة. الناس في الشارع. قلت لهم يا جماعة الولاد دوت دخل في بيتي وسرقني. ومطلع الموبايل ده من جيبه. لو سمحته انا عايزة اهل الولاد دوت. اه مامتو تجيلي. واحد وقف في الشارع قال لي احنا ما رعفوش اهله. قلت له خلوه بقى لغت ما حد يسأل عليه. يا دوب دخلت من البلكونة. لقيت اتنين ستات على الباب. فتحت لهم. وعينكم ما تشوف الا النور. ام الولاد دخلت بهدلتني. انتي بتعملي ايه في ابني. ده انا مش حسكتلك. ده انا حوريك ايه. ابني. قلتها طب اسمعي ايه اللي حصل. اسمعي طب ولو انا غلطانة اقلقوا اسمعيني طيب طبعا ما فيش حاجة اسمها اسمعي. اه ولد كمان دخل معاهم. كل ده حصل يعني كل اللي انا بحكيه ده حصل في وقت اقلم اللي انا قلته. اه ولد كمان معاهم دخل عمت الولاد اللي عرفته ان هي عمته يعني. كان بتسمعني بصراحة بس طبعا ما سابتنيش اكمل كلامي يا دوب كلمتين ومشت عشان انت بتمسك الولاد الكبير اللي كان عايز يهجم عليها. الولاد راح اجاب توبة قد اه اكبر من كف اليد. وجاي اضربني بيها لولو الناس حشو. في مكنسة عندي محطوطة عالسلم مكسورة كده راح حادفني بيها. بس الحمد لله ما جاتش فيها. عيل تالت بقى. وانا واقفة بكلم الست دي. الولاد دخل لف في الشقة. يعني انا لو حد بيحكيلي هقول لأ ده هبل اللي انت عملتي ده كله هبل. يعني ايه? واحد دخل يسرقك واحد بيهجم عليك. واحد دخل يسرقك تالت. الولاد اخد حاجة تانية عندي من عالصفرة. مش الحرامي ده واحد التالت بقى بتاعهم. وحطي ايده تحت جاكت معا جاكت على ايده راح مخبي ايده تحت الجاكت. خد ايه? انا معرفش. الله اعلم هو ممكن الفونيس المدالية لان انا كنت حطها على الصفرة. ومناصيبهم انا كنت تحديهم اساسا يعني انا بفرق عالدنيا بحالها. اه المهم اه الناس حشوهم ونزلوا. اتصلت بواحد معرفتي في الاسم. قال لي نزلي يعمل يوم احضر. بس لازم تجي باسم. ونزلت الناس كلها في الشارع. قالوا لي ده بابات الراجل طيب جدا ومش بتاع مشاكل معلش. وانت اللي غلطانة انت اللي تحملي نتيجة خطأك. لان انت اللي فتحت لهم الباب وده هنا عيال ما يتفتح لهمش ببان. اه فعمت الولا قابلتني. قالت لي انت اه يعني اه تضربي الولا. الولا منهر ومسورة. وقال انك ضربتي بالعصايا. رحت مكلمة امامتو. دخلت لهم هما طلعوا جراني في البيت اللي في وشي. الولا ولا بعيط ولا مسورة ولا اي حاجة كذب اللي بيقولوه دوت. الولا ماسك المخدة ومدار يوشه فيها. بس. قلت لها ابنك حرامي. ابنك سرقني. قلت لي ما انت ضربتي بالعصايا. قلت لها والله ما مدت ايدي عليه. ولا جيت جنبه. دي حقيقة والله ولا شتمت. ولا مدت ايدي. ولا اي حاجة. المهمة بتقولي ده لو بابا يعرف. اه هيبهدله. قلت لها ابنتي بتقولي لو بابا يعرف. لا ده بابا لازم يعرف. اه فجبنا واحد جاري. جاب لنا بابا. وكلمت انا وجوزي حكيت له اللي حصل. قال لي ده عيل. قلت له والله انت شايف كده يعني ان ده عيل. قلت له ان كنت عاملكم محضر. بس قالوا لي ان انت ناس طيبة ومش بتوع مشاكل. قال لي اه هتعمل ايه في المحضر يعني ده عيل. طوله يعني انت عادي ابنك يسرق وكده وبعدين خد بالك. ابنك سرقني في حاجة تانية كمان. انا معرفش هي ايه. لان غيابه الاولاني اللي في البلكونة ده. معنى كده انه كان بيلملم حاجات من البلكونة. بس انا معرفش هي ايه. لو حاجة ظهرت في بيتكو. مش بتاعتكو تبقى الحاجة دي تخصيني. اه طبعا ما فيش حق بيرجع في اللي احنا فيه دوت. وانا اللي غلطانة وانا اللي استاهل. بحكي لكم كل ده ليه? بقول لكم ما تأمنوش لحد. ما تقوليش لا ده عيل. اه اجي عيل اهو دخل في بيتك وسرقني. ويعلم كان ايه اللي هيحصل اكتر من كده. والحمد لله ان بيتك ما كانتش موجودة. لو شافت حاجة زي ديت طبعا كان هيبقى صعبة قوي عليها الصوات والزعيق والناس اللي هجمت على البيت عندي دوت. والحمد الله رب العالمين ولكن كونوا على حذر. ما تأمنوش لاي حد دلوقتي. بيتك ما يتفتحش. نبهي على عيالك ما يفتحوش. ما تعوش في الغلطة اللي انا وقعت فيها. اه كان ممكن للولد دوت. الحمد لله دربنا سطر ان الولد ده كان ممكن. وانا بابها. الو تاني بيهبد على الباب كان ممكن يغفلني. وينطم البلكونة ويقول هي اللي رميتني. وطبعا ما حدش بيشهد مع حد. وما فيش شهادة حق بتتقلف دلوقتي في الزمن اللي احنا فيه دوت. وكل واحد بيقول انا مالي. واكبر دماغي. والحمد الله رب العالمين ان هي جت على كده. كلامي تنبيه بس يا جماعة والله الغلطة اللي انا وقعت فيها اللي انا عملتها. اه مش متعمدة. انا كنت بتعمل بنيتي. كنت بتعمل بما يرضي الله مع الناس كلها. بس ده ما بينفعش في الزمن اللي احنا فيه. وارجع اقول لكم ربنا يحفظنا ويحفظكم كلكم جميعا بازن الله. وان شاء الله المفرج ده. بازن الله بازن الله حنزل لكم ورشته. بازن الله حنزله لكم ممكن اللي حنزله لكم للي يعرفوا الربعية العادية هيعملوه. واللي يعرفوا الربعية المقلوبة هيعملوه. احنا ممكن نشتغلوا خليط ميكسي بين دوت ودوت. وان شاء الله قابلكو في ورشة قريب. وسمحوني طولت عليكم. انا بحب اتكلم وفضفض معاكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.